في إطار دور الاجتماعي لوزارة الداخلية وتخفيفا عن كهل المواطنين أعلنت الوزارة مدفعليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد حتى نهاية شهر نوفمبر لتوفير كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل إلى 60% كما أعدت منظومة أمان عبوات تحتوي السلع غذائية لطرحيها للمواطنين بالتخفيضات تصل نسبتها إلى 50% استمرر للدور الفاعل لمبادرة كلنا واحد في تخفيف الأعباء عن كهل المواطنين قررت وزارة الداخلية مدفعليات المرحلة الثالثة والعشرين من المبادرة حتى نهاية شهر نوفمبر المبادرة التي تأتي برعاية الرئيس الجمهورية تهدف إلى توفير السلع بكافة أنواعها بتخفيضات تصل نسبتها إلى 60% في المعارض والسلاسل التجارية المشاركة فيها المبادرة بتوفر للشعب المصري كل السلع الاستراتيجية اللي هي زيت وسكر ورز ومكارونة كل السلع دي متوفرة وإن شاء الله موجودة متوفرة بكميات معنا الحمد لله احنا متوفر عندنا جميع السلع والسلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطن المصري وبتنسل كل فئة المواطنين وبأسعار الحمد لله من نسبة للجميع 34 سلسلة تجارية و 1051 فرع للسلاسل تجارية على مستوى الجمهورية تشارك في هذه المرحلة من المبادرة بطرح كميات كبيرة من السلع بجودة عالية لتلبية احتياجات المواطنين بأقل تكلفة وكلها معضحة على موقع وزارة الداخلية على الانترنت إضافة إلى توفير هذه السلع في المعارض الرئيسية والفرعية التي أقامتها الوزارة بالتنسيق مع كبار التجار في الشوارع والميادين الرئيسية بمختلف المحافظات عندنا أسعار الزيت والسكر والمكارونات كلها سعر كويس والديق كمان وكل المنتجات الاستراتيجية للبيت أو ممكن جبن أو كلام دود هي متوفرة بأسعار كويسة المبادرات دي الحقيقة من العوامل أو من الحاجات الرائعة اللي بتقدمها الحكومة في ظل تباين الأسعار الحادث حاليا وفي ظل الارتفاع العام للأسعار على مستوى العالم النهاردة ده بيدعم شوية محدود الدخل الزوي الدخل المنخفض وبيعاون الكثير على توفير احتياجاتهم من المواد الزائية وقد لقى الإعلان عن مد فترة المبادرة إشادة واسعة من المواطنين وإشادة أيضا بالدور الاجتماعي لوزارة الداخلية وإسهاماتها الفعالة في دعم ومساندة الأسر المصرية من خلال هذه المبادرة المبادرة بتاعت سيادة الرئيس يعني فرصة عظيمة لنا يعني إحنا نيجي النهاردة يعني ناخد حاجاتنا اللي إحنا نحتاجين ناوي كل حاجة موجودة من ناحية اللي هي الحاجات اللي كل بيت بيحتاجها اللي هي السلع الأسفية يعني أنا كل اليمين يبقى موجود لما أقوم برضو الرز والزيك والمكارونة والسكر الشاي الحاجات اللي هي دي كلها اللي بيحتاجها كل بيت أنا بحيط سيد رئيس الجمهورية على المبادرة دي لأن أنا بقالي حوالي ثلاث سنين في الأزمات بتاعت الكورونا والأزمات بتاعت الحرب بتاعت أوكرانيا ما نقصش حاجة من السوق منظومة آمان ومساهمة منها في تخفيف الأعباء عن كهل الأسر المصرية قامت بإعداد عبوات تحتوي على سلع متنوعة بهدف طرحها للمواطنين بتخفضات تصل إلى 50% عبر 1026 منفذا سابتا ومتحركا على مستوى الجمهورية حتى نهاية العام وكلها موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت كما قامت منظومة آمان بتوزيع تلك العبوات بالمجان على المواطنين الأولى بالرعاية من قاطين المناطق الحضرية الجديدة في إطار الدعم والمساندة التي تقدمها وزارة الداخلية لهذه الفئات تسعى وزارة الداخلية من خلال مبادرة كلنا واحد إلى تخفيف الأعباء عن كهل المواطنين من خلال توفير احتياجاتهم في إطار المبادرة بتخفضات كبيرة وهو ما اتضح من خلال حرسيها على مد فترة المبادرة ليتمكن المواطنون من شراء متطلباتهم واحتياجاتهم بأقل تكلفة لو تحتقينا بتلاقينا دايماً لنا شرطة وشعر